العلم نور وجه الظلام تحت هذا الشعار عاد نحو ألف طالب إلى مدرستهم في مدينة الطبقة بعد حرمان دام أربعة أعوام عودة جاءت بعد قيام الوحدات الخاصة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية بتطهير المدرسة من الألغام التي زرعها تنظيم داعش ونتيجة الدمار الذي ألحقه داعش بالمدرسة افترش بعض التلاميذ الأرض يتعلمون الأبجدية العربية وذلك قبل أسابيع من بدء العام الدراسي في سوريا التذمر سيد الموقف بين مدرسي المدينة فمعظمهم يرى في دعم المنظمات الدولية الإنسانية ضرورة لإعادة تأهيل المدارس بس عم نعاني من نقص كفير من مقاعد لخدمات من شكافة المجالات لا بواب لا شبابيك لا مي لا شيء يعني عنا وضع إنساني سيء بالنسبة للخدمات العامة ونتمنى من جميع المنظمات أنه تدعمنا لن تستمر هذا الجيل لأنه جيل فشل على مر أربعة خمس عصور أما محمد فمطالبه بسيطة مجرد قلم ودفتر وكتاب بدي أطلب منكم بس أجيب مقاعد الكتب ودفاتر ومشناطي وهي فس وتسنيم التي تحلم بأن تكون مدرسة فلا يهمها سوى سماع خبر افتتاح مدرستها جايين ندرس نصرنا أربع سنين ما فتنا المدرسة جايين نراجع معلوماتنا حتى نصر مدرسين ندرس الجيل الأجيال القادمة